ينتشر الوسم الفاعل الميليشيات لا تبني دولة كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي الوسم لم يأتي من فراغ فثمت ما يعلو فوق صوت الدولة والقانون بيد السلاح الخارج عنه العراق يتنهد كثيرا بكافة تفاصيله المجتمعية والمؤسسية كلما ارتفع التوتر أو قياسه على الأرض نقطة الفصل الواضحة تماما تظهر في محرك البحث عن أسباب عدم الاستقرار يبدو هذا واضحا في القصف يدعي مطلقوه هذه الصواريخ أنها صوب العدو فهل يعقل أن يكون رأس العراقي هو الهدف المنشود؟ لا شيء يستحقه العراقي هنا غير الخراب والحرق والدمار والموت وهذا حدث مستمر في أذهان الضاربين بسلطة الدولة وهيبتها وقانونها عرض الحائط ولذا فإن الجهود التي تبذلها الحكومة في كل موجة حديث عن استقرار ودعوة إلى احترام سيادة البلد تذهب سودان عند صناع أوراق الفوضى وبمعيار التعطش للهدوء المطلوب بجدارة يتساءل العراقي دوما هل ستنجح الحكومة برئيسها إلى فرض لغة الدولة فوق لغة العبث؟ وهل سينتهي زمن السلاح المنفلت وتهديد أمن الدبلوماسية والعملية السياسية؟ تساؤلات متواجدة في البالي يوميا أما نتائج للإجابات المرجوة فهي تحقيق لاستقرار بغداد الواجهة الرسمية التي تبحث عن حلول للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعظيم الإنجازات العراقية التي بات العراقيون ينظرون إليها على أنها ذكرى من الزمن الجميل غير أن بعضا منها يظهر كل فترة فيما تظهر لغة الفوضى أكثر من أي نجاح كانت بغداد سيدته على مر العصور